اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي حوار سي اسي حلقة اليوم عن الاعلان الامريكي الاخير للولايات المتحدة الامريكية بخصوص بقائها في العراق لا اجل غير مسمى دون الحاجة لتفويض من اية جهة كانت يا ترى ما دلالات هذا الاعلان والوقت وهل تعلم الولايات المتحدة الامريكية انها باعلانها هذا نسفت العملية السياسية بالكامل هذه العملية التي اسست لها بنفسها في عام 2003 وارثت قواعدها في العراق بما يتناسب مع طموحاتها واهدافها لماذا انسحبت الادارة الامريكية من العراق اذا كان لزاما عليها البقاء فيه وهل لتهديدات الحجر الشعبي المتصاعدة اية علاقة بالامر ام لا وقبل ان ندخل في تفاصيل لقائنا هذا لنشاهد مع المشاهدين التقرير التالي فلنتابع عشرون عاما واكثر ستبقى القوات الامريكية في العراق بحسب تصريح نائب وزير الدفاع الامريكي دافيد تراشتينبيرغ اذا هو بقاء لا خروج او انسحاب تدريجي او اعادة انتشار او مسميات اخرى تحاول بعض الاطراف الترويج له لتخفيف وطأة الحرج عن الحكومات المتعقبة في بغداد وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون تؤكد انها ليست بحاجة الى تفويض من اي طرف من اجل بقاء طويل الامد في العراق ولاجل غير مسمى مشيرة الى ان تفويض الكونغرس عام 2001 لمكافحة ما يطلق عليه بالجماعات الارهابية يأذن للولايات المتحدة بالبقاء في العراق الى اكثر من عشرين عاما فيما برر نائب وزير الدفاع دافيد تراشتينبيرغ سحب القوات الامريكية قبل الاوان بانه لربما سيؤدي الى تجدد قدرات بعض التنظيمات المتطرفة بعد تخفيف الضغط عنها واعادة السيطرة على الاراضي الموقف الاخير لا يخلو من معارضة وتحفظات سجلها مسؤولون امريكيون اعربوا فيها عن قلقهم من ان الولايات المتحدة قد تفتقر الى وضع قانوني داخلي او خارجي يبرر حربها في البلدين الا ان كل من وزيري الخارجية ريكس تليسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس اكد في وقت مضى ان تداعيات احداث الحادي عشر من ايلول سبتمبر وفرت الاسس القانونية لانتشار القوات الامريكية في منطقة الشرق الاوسط ولان ادارة ترامب الحالية تتوجه نحو التصعيد بذريعة معالجتها فوات اسلافه الا انها وعلى ما يبدو غير راغبة في الاستماع لشهادات اخرى وصفت غزو العراق بالخطأ الفادح كما جاء على لسان ديبورا جونز سفيرة الولايات المتحدة الامريكية السابقة في الكويت اهلا بكم من جديد مشاهدين كرام في البدء دعوني ارحب بضيفين معي داخل الاستوديو الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ نظير النداوي اهلا ومرحبا بك حياك الله حيا مشاهدين كرام حياك الله ايضا يشاركنا مشاهدين كرام الخبير الامني والعسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي اهلا ومرحبا بك سيادة عقيد اهلا وسهلا مساء الخير لك والمشاهدي قناة الرافدين حياكم الله في برنامج حوار سياسي وفي استوديو قناة الرافدين ابدأ معك استاذ نظير بداية ماذا لا تصريح الولايات المتحدة الامريكية بقاءها الى اجل غير مسمى دون اي تفويض يعني هذا التصريح الامريكي يعني لا اظنه مستغربا بسبب الخلفية الفكرية التي تنطلق منها الولايات المتحدة الاعتبارها هي نابعة من عنجهية اتجاه الشعوب العالم كلها هذا التفويض الذي اشار له نحن لسنا بحاجة الى تفويض جديد يشير الى ان هناك كان تفويضا من قبل الكونغرس الامريكي في سنة 2001 بعد حادثة تفجير برجي التجارة العالميين في حينها قد اقر الكونغرس ان تقوم الحكومة الامريكية باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمحاربة الجماعات الارهابية وبسبب هذا التخويل تعتقد الان الحكومة الامريكية هي ليست بحاجة لتخويل جديد لاستمرار عمليات العسكرية ضد شعوب العالم فبسبب هذا التخويل هي قد غزت افغانستان وبسبب هذا التخويل غزت العراق وبسبب هذا التخويل هي الان متواجدة في العراق وفي سوريا وتضرب عبر الطائرات المسيرة في اليمن وفي مناطق عربية واسلامية عديدة يعني ترى الى اي مدى وصل الاستخفاف بشعوب العالم واستعراض بطولاتها على الشعوب الضعيفة والمهضومة سواء كانت شعوب عربية او شعوب اسلامية وعادت نشر الفوضى في تلك البلدان الى الحالة التي وصلناها الان شعوب المنطقة تعيش حروب مدمرة فيما بينها وتمد جماعات مسلحة لضرب بعضها ببعض الى ان وصلنا الى حالة من انهيار الدول يعني لا توجد هناك دولة حقيقية في افغانستان لا توجد دولة حقيقية في العراق ولا في سوريا ولا حتى في ليبيا ولا حتى في اليمن ولا نعلم ان هذا المسلسل الى اي دولة ممكن سوف يطال هذه العنجية الامريكية سيادة عقيد حيدر العباد في مؤخرا صرحة الى ان العراق بحاجة لوجود امريكي فيه وقوات الولايات المتحدة الامريكية والتعالف الدولي يجب ان تكون على الارض والجو هل العراق فعلا يحتاج لوجود هذه القوات نعم بداية دعني اشير الى ان الولايات المتحدة الامريكية هي تحتفظ بقوات عسكرية في بلدان متعددة من المنطقة نعم فهي تحتفظ في البحرين بما يقارب سبعة عشرة الاف جندي وفي قطر ما يقارب سبعة الاف وفي الكويت ما يقارب خمسة عش الف جندي في العراق الولايات المتحدة لحد هذه اللحظة تحتفظ بما يقارب ثمانتالاف وتسعمية وتسعين وتسعين جندي من ضمن هذه القوات ما يقارب خمسة الاف ومتين وثنين وثلاثين جندي هي قوات قتالية يعني ليس مستشارين لا امنيين ولا استخباراتين ولا لاغراب التدريب هؤلاء قوات قتالية يعني جاءت لتنفيذ مهام قتالية بما فيها الكتائب الامريكية التي اشتركت من ضمن المعارك في طر التنظيم الدولة من المناطق التي كان يسيطر عليها في الفترة السابقة يضاف اليها هناك ميتين جندي يقومون بمهام خاصة هؤلاء يقومون بمهام الانزالات التي جرت في الحويجة والتي جرت بالقرب من سد الموصل وفي مناطق حصيبة وبالقرب من الحدود السورية نعم اذا نحن نتكلم حقيقة عن قوات قتالية امريكية تتواجد على الارض العراقية على عاكس ما يصور ويبرر بانه القوات الموجودة هي عبارة عن مستشارين ومدربين ومدربين لاغراض التدريب وتقديم المشورة والدعم اللوجستي وما الى ذلك انا اعتقد بان العراق هو ليس بحاجة الى قوات قتالية الان في العراق ولكنه قد يكون بحاجة الى مستشارين والى دعم جوي ودعم لوجستي ودعم استخباراتي وما الى ذلك ولكن هذه الاعداد الكبيرة حقيقة لا تعطي مبرر لها بالبقاء في العراق يمكن ان يكون اعداد هؤلاء المستشارين باعداد قليلة جدا يضاف الى هذا بانه حلف الناتو ايضا لديه مستشارين ولديه مدربين ايضا تم ارسالهم الى العراق بما يقارب ويصل عددهم الى ما يقارب 8000 جندي من جميع الدول من اكثر من 70 دولة اذا نحن نتكلم عن قوات امريكية حقيقة تتواجد على الارض العراقية وتأخذ اكثر من 21 موقع عسكري بما فيها قواعد عسكرية في كردستان العراق بما فيها قواعد في المناطق الغربية والمناطق الشمالية من العراق جميع هذه المناطق تسيطر عليها القوات الامريكية بحيث حتى داخل هذه القواعد هم يعزلون انفسهم عن القوات العراقية بحيث يتواجدون منعزلين عن هذه القوات اذا نحن نتكلم عن تواجد عسكري امريكي لا يأتمر بامرة الحكومة علما بان هذا التواجد ليس له هناك اتفاقيات امنية وعسكرية تنظم تواجد العسكري الأمريكي في العراق اذا نقول بانه لعبادي يحاول ان يخفي حقيقة التواجد الامريكي في العراق من خلال طرح بان العراق يحتاج الى تدريب ويحتاج الى تعهيل والى دعم لوجستي واستخباراتي وما الى ذلك ولكن حقيقة الامر على ارض الواقع تقول بان هناك قوات قتالية امريكية تتواجد على الارض العراقية أعتقد بأنه غير مبرر بقاها في العراق لحد هذه اللحظة خصوصا مع انتهاء تنظيم الدولة مثل ما أعلن لعبادي في الفترة السابقة نعم أستاذ نظير يعني ألا تعتقدون أن الأوراق الأمريكية على الساحة العراقية أصبحت مختلطة كثيرا فقد شكلت مرحلة ما بعد أو مرحلة تعدى أكسي لانتهاء أو القضاء على تنظيم الدولة في العراق هاجسة حقيقيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية سارعت وركضت وهرولت بعدها لإشاء بروباغاندا إعلامية كبيرة للبقاء الأمريكي في العراق يعني ما بعد تنظيم الدولة لماذا هذا الأمر؟ يعني هي الآن صحيح هناك جهد أمريكي لمحاولة الترويج إلى ضرورة بقاء القوات الأمريكية داخل العراق لكن نهاية داعش والسبب الرئيسي لعودة القوات الأمريكية كان هو محاربة داعش ضمن قوات التحالف لكن الولايات المتحدة لا تحتاج لإيجاد مبرر لتواجدها فكما صنعت هي وإيران مثل هذه الجماعات الإرهابية وجعلتها ندا لقتالها ومن خلالها مررت كل الأجندات التي تريدها هي قادرة على صنع جماعات إرهابية جديدة لاستمرار الصراع ولكي تكون مبرر لتواجد سواء قوات الأمريكية أو القوات الميليشيات الموالية لإيران فهي ليست بحاجة لإيجاد مبررات جديدة المبررات في تجديد دائم وما الحديث الآن عن الرايات البيغ وربما غدا رايات حمر أو سود هذه كلها مبررات لإقناع من في عقله لوثة ولا يعرف ماذا تريد الولايات المتحدة أو إيران من المنطقة لكن الشيء الذي يؤذي بالأمر أن دائما ما تكون الجماعات تخلق من رحم المكون العربي السني وأنعان الضرب والقتل وتدمير مناطق هذا المكون كونه هو الغالبية سواء كان في العراق أو حتى في سوريا ومنطقة العربية وبالتالي لتفتيت مثل هذا الأغلبية الساحقة في المنطقة يجب خلق هذه الجماعات الإرهابية من هذا المكون وتستمر الأجندات الأمريكية بالعمل وكذلك الإيرانية في العمل وإلا يعني لو يتم السؤال لو كانت الولايات المتحدة هي تقاتل جماعات إرهابية وتقاتل الإرهاب إن كل يعني كل مواصفات الإرهاب تنطبق على الميليشيات المدعومة من قبل إيران لماذا لم نلاحظ أي جهد لضرب تلك الميليشيات من قبل الولايات المتحدة بل لم تقم الولايات المتحدة بأي جهد لردع وضرب الدولة هي تومول الإرهاب كدولة مثل إيران وباعتراف كثير من المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن إيران هي أكبر دولة إرهابية في المنطقة وهي من تمول الجماعات المسلحة التي حولت هذه الدول من دول كانت ناجحة إلى دول فاشلة أبو مهد المهدس مطلوب على لوائح الإرهاب وهو يتحرك تحت عباءة التحالف الدولي والغطاء الجوي للتحالف الدولي سيادة عقيد عسكرياً ماذا يعني بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ نعم بقاء القوات الأمريكية في العراق إذا جئنا إلى الاستراتيجية الأمريكية في العراق التي صدرت في عام 2018 تقول بأن هذه استراتيجية بأنه لن يكرر الخطأ استراتيجي الذي ارتكبته أمريكا في عام 2011 عندما خرجت من العراق وسلمت البلد إلى إيران إذن هم يتكلمون عن بقاء في العراق وهذا البقاء طويل الأمد هذه استراتيجية قد تستمر لخمسة سنوات أو عشر سنوات أو قد تصل إلى عشرين سنة مثلما صدر التصريحات بهذا الاتجاه إذن نحن نتكلم عن تواجد أمريكي في العراق كبير جداً يعني في الفترة السابقة تم ترويج بأنه بدأت القوات الأمريكية بتخفيض تواجدها في العراق هذا التصريح غير صحيح هناك إعادة تموضع هناك إعادة انتشار لهذه القوات هناك تبديل لهذه القوات التي مر عليها زمن في العراق إذن نحن نتكلم عن قوات وتواجد أمريكي ولكن بمجرد إعادة انتشار وتبديل لهذه القطاعات في العراق إذن هذا التواجد الأمريكي لابد أن تكون له مبررات بالنسبة لإدارة الأمريكية من ضمن هذا بأنه عند الخروج عام 2011 سلمت البلد أمريكا إلى إيران وبذلك الآن الانسحاب الأمريكي من العراق بمعنى تسليم البلد مرة ثانية إلى إيران أو إلى أدوات إيران في العراق هذا أولا المسألة الثانية بأنه قد يعيد من إنتاج تنظيمات إرهابية في الفترة المقبلة حسب التصريحات الأمريكية أو قد يعيد تنظيم الدولة مرة ثانية إلى الواجهة أو قد يعيد تنظيمات إرهابية لم يسموها بمسمياتها علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت قسم من الميليشيات الشيعية على قائمة الإرهاب ولكنها لم تتخذ الإجراءات لملاحقة هذه الميليشيات لحد هذه اللحظة إذن نحن نتكلم عن ميليشيات يمكن أن تدخل ضمن جدول الملاحقة بالنسبة للقوات الأمريكية في الفترة المقبلة لذلك لم تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية حتى تواجد القواعد الأمريكية والمواقع الأمريكية تتواجد في مناطق لا يتواجد فيها الحجد الشعبي أو المناطق الشيعية في المناطق الشمالية من العراق كردستان وفي المناطق الوسطى والغربية إذن نحن نتكلم عن مواجهة قد تكون لهذه القوات الأمريكية على حجم النفوذ الإيراني في العراق في الفترة المقبلة أنا أعتقد بأن الفترة الماضية كان هناك تخادم إيراني أمريكي كبير جدا في العراق كان هناك موافقة إيرانية على البقاء الأمريكي في العراق وكانت هناك موافقة أمريكية على التدخل الإيراني في العراق أما الآن أعتقد بأن حجم النفوذ الإيراني أصبح كبير جدا بحيث يغطي على التواجد الأمريكي وهناك تصريحات اليوم صدرت من قبل مسؤولين في مصلحة تشخص النظام في إيران تقول بأنه من يظن بأن إيران ستخرج من العراق فهو واهم إذن نحن نتكلم عن نفوذ إيراني كبير جدا هذا النفوذ بدأ مزعجا للمصالح الأمريكية في العراق وفي المنطقة لذلك أنا أعتقد بأنه تداعيات التواجد الأمريكي في المنطقة قد تكون له أبعاد بعيدة جدا على المستقبل القريب سواء للعراق أو المنطقة إذا ما تم تحجيم إيران أو تم تقليص نفوذ إيران بما يضمن المصالح الأمريكية فأعتقد بأنه ستكون هناك مواجهة مقبلة مع إيران أو مع أدوات إيران سواء كانت في العراق أو في سوريا أو في اليمن والآن تضغط الإدارة الأمريكية بإدراج شخصيات من حزب الله على قائمة الإرهاب وكذلك إدراج مجموعات إرهابية تنتمي إلى إيران بولائها وبالتسليحها وتنظيمها وتدريبها إلى إيران إذن نحن نتكلم حقيقة عن تقاطع مصالح كبير جدا أصبح يشكل العراق هو الصاحة السراع لنفوذ إقليمي ونفوذ دولي في المنطقة للفترة المقبلة أستاذ نظير برأيكم ذكر السيادة العقيد قضية أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكرر خطأ عام 2011 وهو الانسحاب الأمريكي من العراق هذا الأمر انتقده أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقاءه في الأخير مع حيدر العبادي هل تعتقدون أن هذه هي القضية بالذات التي أدت إلى هذا التصريح الأخير وهو بقاء القوات الأمريكية في العراق لأكثر من 20 عام دون تفويضه؟ يعني على ما يتم رصده من تصريحات أمريكية يبدو أن السياسة الأمريكية الحالية هي الآن للبقاء المفتوح في العراق حتى هذا ذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية قال أن كان من الخطأ الكبير انسحاب القوات الأمريكية عام 2011 من العراق وبالتالي فإن هذا الرئيس الأمريكي إذا كان يعتبر ذلك خطأا فالصحيح عنده أن تبقى قوات أمريكية متواجدة في العراق ولربما نشهد زيادة في عدد هذه القوات وفق ما يتم من تطورات الحالة في العراق أنا سمعت قبل فترة هناك زيادة لتلك القوات فالأمر مجمع عليه سواء من الرئيس الأمريكي أو القيادة العسكرية للقوات الأمريكية بزيادة هذه القوات داخل العراق لكن هل هذا يؤثر على الصراع الإيراني الأمريكي؟ بالتأكيد هناك تأثير كبير إيران الآن قد تعتقد هي قد استنفذت مصالحها من القوات الأمريكية في حربها على داعش وتدمير كل مناطق السنة وأصبح الآن العراق بكليته يخضع للنفوذ الإيراني وبالتالي آن الأوان لتلك القوات أن تخرج من العراق لكن كيف ستفرض على القوات الأمريكية الخروج؟ الآن أيضا الشعور الأمريكي يعتقد أن بعد كل هذه الجهود التي قامت فيها بالعراق منذ 2003 ولحد الآن هي الآن نفوذها لا يقارن بالنفوذ الإيراني وهذا دليل على التخبط السياسي للإدارة الأمريكية بحيث أن كل جهود التي بذلتها لم تستطيع أن ترتقي بنفوذها في العراق إلى المستوى الذي قامت به إيران نعتقد أن المرحلة المقبلة ربما سيكون هناك نوع من الصراع ما بين النفوذ الإيراني والنفوذ الأمريكي وهذا ما دلل عليه زيارة على ولاية للعراق عندما حث الميليشيات وحث الأحزاب الإسلامية الشيعية للتصدي للنفوذ الأمريكي وفرض خروجهم من العراق سيادة عقيل أنت ذكرت أن العبادي يخفي حقيقة تواجد القوات الأمريكية في العراق أيضا الولايات المتحدة الأمريكية صرحت بأنها ستكون موجودة لكن ما هي النوايا وما هي الأهداف لم تعلن عنها إلى الآن برأيكم ما هي أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من بقائها في العراق إلى أجلا غير مسمى نعم بداية دعني أشير إلى أنه ميزانية البنتاجون التي خصصت له من قبل الإدارة الأمريكية خصصت للعراق بما يقارب مليار وثلاثمائة مليون دولار لكي تستخدمها القوات الأمريكية لتجهيز وتأهيل ويعادة تشكيل الجيش مرة أخرى إذن نحن نتكلم عن ميزانية تدخل ضمن ميزانية البنتاجون تخص العراق وهذا يعطي دلالة واضحة على أن البقاء الأمريكي ليس بقاء لفترة قصيرة وإنما بقاء لفترة طويلة الأمن لو جئنا إلى التصريحات الأمريكية حتى في زمن الإدارة السابقة يعني هناك تصريح لوزير الدفاع الأمريكي كارتر ستيبن كارتر يقول فيه في 25-2-2016 يقول بأن وقاء القوات الأمريكية سيستمر حتى بعد خروج تنظيم الدولة من العراق إذن هذه التصريحات ليس وليدة الساعة وما يخطط له من قبل المخطط الأمريكي تم إعلانه مراراً وتكراراً خلال الفترة السابقة قائد التحالف الدولي ستيبن تاونسند يقول يقول بأن البقاء في العراق سيكون طويل الأمد حتى بعد خروج تنظيم الدولة إذن هناك تصريحات متلاحقة لمسؤولين أمريكان خلال الفترة الماضية تقول بأن البقاء في العراق لن يكون مثل البقاء بالفترة التي بقى فيها منذ عام 2003 إلى 2011 تصريحات ترامب تقول بأنه يجب على القوات الأمريكية التي أزاحت النظام السابق يجب أن تأخذ النفط العراق لأننا نحن من غيرنا النظام ونحن من قدمنا التضحيات وما إلى ذلك وبالتالي هناك مغزى اقتصادي من الرجوع إلى العراق مرة أخرى أمريكا تريد أن تسيطر على الطاقة في الشرق الأوسط وتعتبر هذه المنطقة مهمة جداً سواء كانت العراق أو سوريا الآن القوات الأمريكية تسيطر على منابع النفط والغاز في سوريا بشكل كبير جداً وأصبحت هذه القضية قضية تقلق الوجود الروسي وهناك إشكالات كبيرة جداً ما بين روسيا وأمريكا بحيث التصريحات الروسية تقول بأنه الدخول الأمريكي إلى سوريا الغاية من عدة اقتصادية أكثر مما هي عسكرية الأسياسة الأمريكية تقول بأنه لا بد من الحصول على النفط في العراق باستخدام القوة العسكرية إذن الرجوع إلى العراق هناك غايات كثيرة جداً من ضمنها أن النفوذ الإيراني بدأ مقلقاً في المنطقة وفي العراق إذن وجود توازن في العراق بالوجود الأمريكي قد يعطي نوع من التوازن الكفة مع إيران وبالتالي تواجدهم سيكون مهم جداً في الفترة السابقة هذه النظرة الأمريكية إلى المنطقة يضاف إلى هذا بأنه هم يصرحون بأن لديهم اتفاقات مع كردستان العراق بالبقاء لفترة طويلة جداً يعني أكثر من 20 سنة التي نتكلم عليها علماً بأنه في الفترة السابقة كانت هناك مذكرة تفاهم مع كردستان العراق على أخذ خمس قواعد عسكرية أمريكية في شمال العراق تتوزع ما بين أربيل وبين سليمانيا وبين إدهوك إذن نحن نتكلم عن وجود أمريكي في العراق سيستمر لفترة طويلة وبالتالي هناك مصالح اقتصادية هناك مصالح عسكرية هناك يعطي البقاء في العراق مناورة أمريكية كبيرة جداً في حالة خروج الأمريكان من قاعدة أنجرليا في التركية يمكن أن تؤمن القواعد العراقية التي سيطر عليها الأمريكان سواء في القيارة أو في بلد أو في عين الأسد أو في الحبانية تعطي لهم إمكانية كبيرة جداً على استخدام هذه القواعد بدل القواعد التركية إذن نحن نتكلم عن مصالح كثيرة جداً لولايات المتحدة تصب في مسألة بقاءهم في العراق من عدمه ولكن السؤال بأن هذه القوات التي جاءت إلى العراق كيف دخلت بدون أن يعرض هذا الأمر على البرلمان وكيف لم يحدد مدة بقاء هذه القوات في العراق وما هي مهامها وكيف سيتم التعامل القانوني والشرعي معها المشكلة بأن القوات الفرنسية عندما شاركت وأرسلت طائراتها وأرسلت كتاب المدفعية للمشاركة في الحرب ضد تنظيم الدولة تم عرض هذا الأمر على البرلمان وتمت الموافقة عليه الأتراك عندما أرادت أمريكا أن تدخل إلى العراق في عام 2003 رفض البرلمان التركي أن تدخل هذه القوات عن طريق تركيا وبالتالي هناك كلمة للبرلمان في مسألة بقاء هذه القوات من عدمه ولكن في العراق هذه القضية مغيبة بشكل كبير جدا بحيث الآن الدخول الأمريكي إلى العراق بعد عام 2014 وبطلب من الحكومة العراقية ولم يعرض الأمر على البرلمان لحد هذه اللحوة لا نعرف الآن ماذا وقعت الحكومة العراقية مع الأمريكان وما هي الاتفاقية التي تم توقيحها لأن هذه الأمر تحاول الحكومة أن تغطي على هذه القضية وليس هناك شفافية في مسألة الطرح لذلك أنا أعتقد بأن هناك اتفاقات أبرمت مع حكومة بغداد هذه الاتفاقات لا أحد يعرف ما هيتها ولا أحد يعرف المدة التي اتفقوا عليها مشاهدين يا كرام ما أطلب منكم البقاء معنا فاصل قصير ومن ثم نعود ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أعود إليك أستاذ نظير بداية ثعلب الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر وهو السياسي المخضرم لدى الولايات المتحدة بحث مع ترام قبل أيام قضايا الشرق الأوسط وشدد على قضية الوجود الأمريكي في العراق يعني لماذا سياسي الولايات المتحدة الأمريكية يشددون على هذه القضية الآن وفي هذا الوقت يعني لا أحد ينكر أن هنري كيسنجر هو فعل بالسياسة الأمريكية بل كثير من السياسيون يعتمدون على آراء وتحليلات المستقبلية في رسم سياساتهم التي يقومون بها ولو أردنا أن نعرف مدى تأثير آراء هنري كيسنجر على ترام لنطلع على ما يقوله في بعض المقالات التي يكتبها في آخر مقال يكتب كيسنجر في تحليله للأحداث التي تدور في المنطقة يقول أن الآن التحالف يقاتل تواجد داعش في العراق وسوريا ولكن هناك خطورة أن الأراضي التي كانت تحتلها داعش من سيملأ الفراغ الذي ستتركه هذه القوات المتأمل بل هو الأكثر قوة أن يشغل هذا الفراغ هي قوات وميليشيات تابعة لإيران وبالتالي وعلى هذا الكلام ما زال لكيسنجر يقول نحن أمام حالة جديدة بعد نهاية داعش أنها ستتألف إمبراطورية فارسية تسيطر على المنطقة كلها وبالتالي هذا تهديد جديد ربما يكون أخطر بكثير من تهديد داعش ولذلك هو يحذر من هذا الموضوع ويعتقد أن السياسة الأمريكية الآن الماضية بالتحالف مع إيران ضد داعش هي ليست في أحسن حوالها وقال أيضا أن المثل الذي يقول أن عدو عدوي صديقي هذه المقولة لا تنطبق على الأحداث الآن في المنطقة بينما الآن عدو عدوي هو عدوي أيضا فالمسألة الآن حسب رأي كيسنجر معقدة جدا في غاية التعقيد ويقول أن الآن العدو الأكبر هو متمثل في إيران الآن إيران تتوغل في دول منطقة وأصبح نفوذها كبيرا للدرجة التي ربما ستعلن قريبا عن إمبراطوريتها وهذا ما قال أحد المحلين السياسيين التابعين لأحد المراكز الفكرية الإيرانية قال اقترب اليوم الذي نعلن فيه عن إمبراطورية الفارسية يعني الآن بدأ الصوت الداخلي يخرج إلى العلن ويتكلمون بنفس هذا الكلام وبالتالي هذه الرؤية التي يراها كيسنجر لنرى ما هو تأثيرها على سياسة ترامب ترامب الآن يحاول جاهدا استدراك ما فاته سواء في حكومة أوبابا وفترتها لحد الآن منذ أن أصبح رئيسا ولحد الآن وجد نفسه أنه الولايات المتحدة مع كل هذه الجهود التي تبذل كلها صبت في خدمة النفوذ الإيراني والنفوذ الإيراني بمعنى آخر هو نفوذ روسي فإذا أخذنا الأمر بكليته وفي الصراع الدولي بين ما بين الشرق والغرب ما تمثله روسيا والولايات المتحدة أن هناك خطوات ونقاط قوة للنفوذ الروسي المتصاعد في المنطقة على حساب الولايات المتحدة بل يقول بوتين على لسانه كانت أكبر كارثة حدثت في القرن الماضي هو زوال الاتحاد السوفيتي بمعنى أنه يريد أن يعيد لروسيا النفوذ الذي كان يتمتع به الاتحاد السوفيتي هذا حلم في عادة الدب الروسي إلى الوقوف مرة أخرى لكن القضية أبعد من ذلك بكثير سأتطرق إلى قضية أخرى أنت ذكرتها لكن قبلها سادة عقيد سؤال مهم جدا من برأيكم وراء الانحطاط للمستوى العسكري والقيادة العسكرية وللفكر العسكري في العراق نعم لا شك أن هناك أطراف كثيرة مستفيدة من الانحطاط العسكري الذي وصل إليه العراق يعني إذا تكلمنا عن إيران أو تكلمنا عن الإدارة الأمريكية والاحتلال الأمريكي أو تكلمنا عن إسرائيل جميع هذه الأطراف لا تريد أن يكون هناك جيش قوي موجود في العراق وبالتالي جميعها تعمل على أن يكون هناك جيش ضعيف دائما بحاجة إلى التدخل الخارجي سواء كان الاحتلال أو سواء كانت إيران التي تخشى من التهديد القادم التي يأتي من العراق باتجاه أراضيها أو إسرائيل التي تخشى أيضا من الجيش العراقي حسب المواقف التي انتهجها هذا الجيش على طوال فترته السابقة ولكن أقول بأنه الإجراءات التي اتخذتها دولة الاحتلال بعد عام 2003 هي أدت إلى وصول الجيش إلى هذا المستوى من ضمن هذه الأشياء أنه أولا هناك بناء غير مهني وغير صحيح لهذه الأجهزة الأمنية والعسكرية في البلد يضاف إلى ذلك مبدأ المحاصصة الذي جاء به الاحتلال والذي قتل الحرفية بشكل كبير جدا وأنهى المهنية في هذا الجيش بحيث أصبح الولاء إلى الطائفة وأصبح الولاء إلى الحزب بدل الولاء إلى الدولة يضاف إلى هذا عدم وجود عقيدة عسكرية لهذا الجيش لأن دائما تبنى العقائد العسكرية للجيوش على العقيدة السياسية والدينية لهذا البلد إضافة إلى التهديدات المحتملة لهذا البلد والإمكانيات المادية والعسكرية والاقتصادية وما إلى ذلك الآن إذا تسأل الجيش ما هي العقيدة العسكرية لهذا الجيش هناك حقيقة إجابة معمية لهذا الأمر بحيث ليست هناك عقيدة واضحة وإنما تشترك في هذا الجيش ولاءات مختلفة وطوائف مختلفة كثيرة يضاف إلى ذلك تفشي الفساد الإداري والمالي بحيث عندما يعلن رئيس الوزراء بأنه تم الكشف على أكثر من 55 ألف فضائي في عدد من الفرق التي تم التدقيق فيها في الفترة السابقة يعطي دلالة واضحة على أمكانية هذه المؤسسة العسكرية التي كان يضرب فيها المثل في الفترة السابقة ولم يعلم مصير هؤلاء الفضائيين إلى الآن يعني تصور أنت عندما تبنى الدفاعات للدولة باتجاه الخارج أو للحدود دائما تبنى على القوات المتواجدة لدى هذه الدولة ولكن نرى بأنه عندما تم سحب قوات سوريا الديمقراطية من الحدود صرحت كثير من المسؤولين العراقيين بأنه يجب مسك الحدود بدل القوات التي كانت تمسك من الخارج يعني كأنما العقيدة الدفاعية لهذا البلد بنيت على قواتها من خارج البلد وقوات سوريا الديمقراطية كانت تدافع عن الحدود باتجاه العراق وهذا خلال كبير جدا يجب أن تبنى على إمكانيات هذا الجيش وعلى ما يمتلكه من مقاومات بشرية وإمكانيات عسكرية وما إلى ذلك يضاف إلى هذا أنا أعتقد بأن توجه الإدارة الأمريكية في المنطقة بشكل عام يعني منذ سنة إلى الآن اختلف بشكل كبير جدا عن الإدارة السابقة يعني سابقا كانت أي إجراء يتخذ باتجاه إيران كانت الإدارة الأمريكية لا توافق على هذا الإجراء وبالتالي توقفت كثير من هذه التوجهات باتجاه إيران الآن منذ سنة منذ أن تسلمت الإدارة الأمريكية أعتقد بأن الأمر أخذ يأخذ أبعاد أخرى وأخذت تكون هناك إجراءات بالنسبة لإيران لغرض الحد من نفوذها في المنطقة فيمكن أن يكون هناك تصعيد وتصعيد كبير جدا خلال الفترة المقبلة إلى ما توقفت إيران عما تقوم به من دعم لكثير من المنظمات في أفئة المنطقة أستاذ نظير أنت ذكرت حلم بوتين في إعادة الدب الروسي بالوقوف على قدميه مرة أخرى وأتوقع أن هذا الأمر لا يعيبه ولا يعيب أي حاكم في العالم يفكر بمصلحة نظامه أو بلده أو إعادة بلده إلى ما كان عليه في السابق لكن ما يعيب أساس العراقيين اليوم أنهم لم يفكروا يوما بأن العراق كان يمتلك منظومة تربوية عالية جدا أو يمتلك منظومة عسكرية قوية جدا أو يمتلك منظومة أمنية قوية جدا أو مؤسسات داخل الدولة من يفكر في هذا الأمر سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السابقة في الكويت وهي تخرج وتصرح وتقول أن غزو العراق عام 2003 كان خطأا استراتيجيا لم نرى تصريح عراقي واحد منذ عام 2003 وحتى اليوم يعيب الولايات المتحدة الأمريكية ما فعلته بالعراق أو يعيب بريطانيا ما فعلته بالعراق لماذا؟ يعني الحقيقة نحن نتحدث عن ما موجود في العراق ليست كدولة الآن الذي هو بيده مقاليد الأمور في العراق هي عبارة عن ميليشيات وهذه المستميات كرئيس وزراء ورئيس لا يملكون من الأمر شيئا سوى ما تقوم فيه الميليشيات بل هي أجزة ما تسمى بحكومة بغداد هي بنيت على أساس ميليشيات إضافة إلى فقدان الشعور الوطني هذه الأحزاب الحاكمة الآن في بغداد وكمحصلة ونتيجة متوقعة من هؤلاء أن لا يغزو ضميره أو يشعر بالشعور الوطني أو يشعر بالحيف من ما حدث منذ 2003 ولحد الآن بأن بلده تمدت تدميره وتمت تدمير كل المعالم الحضارية في العراق هذا الأمر لا يمثل لديه شيء إنما هو جاء لتنفيذ جدة الغير هو ينفذ الآن ما تأمره جار إيران بل يحاول أن يمسك العصى من الوسط ما بين النفوذ الأمريكي والنفوذ الإيراني لذلك ليس مستغرباً أن لا يصدر من هؤلاء شيء ينم عن ولو شيء بسيط من الشعور بالوطنية ما يؤلم أيضاً أن العراق هو البلد الوحيد في العالم الذي ماضيه أجمل من حاضره ولا نعلم ما هو مستقبله سيادة العقيد هل تعتقدون أن الإدارة الأمريكية اليوم بحاجة إلى شماعة جديدة لتعليق وجودها في العراق عليه غير تنظيم الدولة؟ نعم بداية أنا أقول بأن تنظيم الدولة لم ينتهي تنظيم الدولة طرد من المناطق السكنية نعم ولكن التنظيم ذهب إلى مناطق أخرى هم يعرفون كيف جاء هو جاء من الصحراء وجاء من المناطق الجبلية وهو الآن يعود إلى هذه المناطق مرة أخرى لأنه ليست هناك إمكانيات كبيرة جداً لدى القوات العراقية بحيث تستطيع ملاحقة التنظيم إلى هذه المناطق وبالتالي نحن نقول بداية بأن تنظيم الدولة لم ينتهي مثل ما صرحت الحكومة العراقية هذا أولاً ولكن هذا لا يعطي مبرر لبقاء هذه القوات الكبيرة بهذه النسب العددية التي ذكرناها في السابق يعني لو كانت هذه القوات متواجدة في العراق منذ حزيران 2014 لو قلنا بأن هذه القوات سوف تستخدم بواجهة تنظيم الدولة ولكن عندما خرج تنظيم الدولة من أغلب المناطق التي كانوا سيطر عليها وأغلب المحافظات والآن خرج إلى الصحراء أصبح بقاء هذه القوات في العراق غير مبرر بشكل كبير جداً الإدارة الأمريكية تحاول أن تسوق كثير من المبررات لغرض بقاها في العراق بأنه أولاً تنظيم الدولة لم ينتهي نعم نقول نحن تنظيم الدولة لم ينتهي ولكن هل بقاء هذه القوات بهذه الأعداد يبرر بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ الجواب لا طبعاً الجواب بأنه الأعداد البشرية الهائلة المتواجدة يمكن أن تغطي ولكن يمكن أن تبقى هناك جزء من هذه القوات لغرض تقديم الدعم الاستشاري الاستخباراتي والتدريبي والدعم اللوجستي والدعم الجوي وما إلى ذلك يمكن أن تقوم بأعداد قليلة جداً يضاف إلى هذا بأنه القضية الأخرى يقولون بأنه قد تظهر هناك تنظيمات إرهابية جديدة وهذه أنا أعتقد بأنها رسالة واضحة بأنه إذا تنظيم الدولة لم يقم بعمليات تزعزع الأمن والاستقرار في الفترة المقبلة قد تظهر هناك تنظيمات أخرى وقد تكون هذه إشارة إلى الميليشيات في الفترة المقبلة بإشارة بسيطة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولكنها لم تذكرها بالاسم علماً بأن التصعيد بدأ يأخذ منحة آخر عندما استعادت الآن الولايات المتحدة الأمريكية الدبابات البرامز التي كان يسيطر عليها الحجد الشعبي عندما ضغطت على الحكومة العراقية باسترجاع هذه الدبابات ويقال بأنه تم استرجاعها إذن هناك بداية لهذا التوترات في الفترة المقبلة هناك تصريحات من هذه الميليشيات أيضاً باتجاه القوات الأمريكية بأنه سيكون هناك تصعيد إذا لم تخرج من العراق إذن نحن يمكن أن ندخل في مرحلة تصعيدية في الفترة المقبلة خصوصاً مع الانتخابات القادمة نعم أستاذ نظير أعود إلى هنري كيسنجر قال تصريح مهم جداً وهو أن على صحيفة التايمز أن خلاصة سياستنا الحالية في العراق أن يبقى لسنوات طويلة قادمة تحت سيطرتنا الكاملة المباشرة وغير المباشرة سياسياً وعسكرياً والعامل المهم الذي نجحنا بتأسيسه ونعمل على إبقائه أننا جعلنا الدولة العراقية منقسمة طائفياً وقومياً بحيث لا يمكنها أن تكون دولة مركزية قوية وهي عرضة سهلة لتفجيرها والتحكم بها كيف تعلق على هذا التصريح الذي وصف مجمل العملية السياسية منذ عام 2003 وحتى اليوم؟ يعني ما أراه من هذه التصريحات هو يصف الحالة التي كانت في العراق أثناء فترة رئاسة جورج بوش هو فعلاً عمل على تقسيم نسيج الاجتماعي العراقي وهو من زرع الفتنة الطائفية وكل هذه المشاكل التي صارت في العراق كلها كانت موجهة للشعب العراقي وللتخلص من المقاومة العراقية في حينها والتي كانت تمثل تحدي كبير للجيش الأمريكي وهو كان يعتقد أن من خلال هذه الفرقة التي ستحدث في المجتمع العراقي سوف يسيطر لكن فات القيادة الأمريكية أن ترى أن هذا الذي زرعته من تمزيق النسيج الاجتماعي في العراق لم يصف في خدمتها أنما صاد في خدمة إيران هي التي استفادت من هذا التمزق والآن العراق لا يعاني هذا التمزق لأن حقيقة الآن إيران قد غلبت أحد المكونات التي موالية لها على كل المكونات الأخرى والآن هي تسيطر على العراق بكامل ترابة شمالا وجنوبا ولا يوجد هناك من يستطيع أن يعارض هذا النفوذ الإيراني الآن هذا التوصيف لهنري كيسينجر لا ينطبق على الحالة الحالية الآن الآن النفوذ الأمريكي قد خسر مقابل النفوذ الإيراني إيران هي الآن متحكمة في العراق والآن ستحاول جاهدة لاستعادة نفوذها إذا هل يمكننا القول أنها تحاول اليوم تحجيم النفوذ الإيراني وإعادة النفوذ الأمريكي على الصرح؟ هذا ما كنت أريد أن وضحه من خلال الآن التحضير للانتخابات القادمة إيران قد أعدت عدتها وتقوم باستخدام كل وسائلها للوصول إلى حالة من تشكيل حكومة قادمة عبر هذه الانتخابات القادمة تكون موالية تماما للنفوذ الإيراني ومن المتوقع وبشكل كبير أن تكون الحكومة برئاسة الميليشيات يعني بهذه العامرة هو من لفه لفه لكن ما تريد دعنا نقف عند الميليشيات لأني أريد أن أذكر قضية مهمة سيادة العقيدة عسكريا وأمنيا ميليشيات حجر الشعب اليوم تصعد من لهجتها وتهدد علانية وتقول أن منصب رئيس الوزراء في العراق بعد الانتخابات المقبلة سيكون من حصتها البقاء الأمريكي في العراق هل يصف في مصلحة الميليشيات مما جعلها تصعد من تصريحاتها أم لا نعم أكيد الوجود الأمريكي في العراق الآن لا يصب لا في مصلحة إيران ولا في مصلحة أدوات إيران في العراق هذه مسألة مسلمة فيها يعني لذلك أنا أعتقد هذه التهديدات التي تطلق من هذه الميليشيات أولا هي الدعاية الانتخابية تستخدم بشكل كبير جدا هذا أولا المسألة الثانية هذه الدعاية التي هذه التهديدات التي تخرج أنا أعتقد بأن هذه الميليشيات ليس هي من تكون صاحبة القرار في فتح المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية صاحب القرار في المواجهة مع أمريكا هو الولي الفقيه وهذه الميليشيات تأتمر بإمرة الولي الفقيه في إيران وبالتالي إذا كانت هناك مواجهة مع أمريكا فلا بد أن يكون هناك قرار مواجهة يصدر من إيران لذلك هذه الميليشيات هي تستخدم كأوراق ضغط على القوات الأمريكية لفرض إرادتها في العراق هم الآن بعد أن سيطروا على القرار السياسي في العراق بعد أن سيطروا أمنيا وعسكريا في العراق يحاولون أن يصلون إلى سدة الحكم عن طريق سناديق الاقتراع وبالتالي بأننا نحن جئنا بطريق ديمقراطي ووصلنا إلى سدة الحكم ولكن هو من يسيطر الآن على القرار العسكري والأمني هي هذه الميليشيات التي تفرض الآن على كثير من المناطق أنا أعتقد بأنه لن تكون هناك انتخابات في كثير من المناطق وبالتالي مسألة التزوير ستكون مطروحة بشكل كبير جدا الإدارة الأمريكية تنظر إلى المشهد الآن بدقة وتحاول أن تنفذ كثير من الإجراءات التي تصب في مصلحتها في الانتخابات المقبلة إذا كان هناك نفوذ إيراني يسيطر على دفة الحكم في العراق في الفترة المقبلة فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد كبير جدا لأنه التخادم الإيراني الأمريكي وصل إلى مرحلة لا يمكن أن تقبل به أمريكا سواء في العراق أو في المنطقة يجب أن يكون هناك تتحجيم لهذا النفوذ لحساب المصالح الأمريكية إذا تم الانتفاق بين أمريكا وإيران فأعتقد بأنه لن تكون هناك مواجهة وستكون هناك تبريرات متعددة تستخدم لبقاء هذه القوات في العراق وإذا لم يكن هناك تفاهم إيراني أمريكي فأعتقد بأن المواجهة قادمة ما بين عدوات إيران وما بين القوات الأمريكية سواء كان في العراق أو في المنطقة طيب يعني ما ذكره الآن السيادة تعقيد إيران وأمريكا متصارعتان في العراق لكن هناك قضية تحيرني وتحير الجميع دعم الولايات المتحدة الأمريكية المستميت لما يسمى الحكومة في بغداد منذ عام 2003 وحتى اليوم وهذه الحكومة أداة من أدوات إيران كيف نستطيع أن نستوعب هذا الأمر؟ ربما أستطيع أن أجيبك عن دعم الولايات المتحدة عن الحكومة الحالية برئاسة العبادي يعني الولايات المتحدة حاليا لا تجد لها من هو يواليها بشكل كامل كما هو الولاء موجود لإيران فهي تراهن يعني تراهن على أن العبادي ربما سيستطيع الفوز في الانتخابات القادمة وتشكيل حكومة تكون بعيدة عن النفوذ الإيراني لا تعتقد أنها سمحت بالنفوذ الإيراني أن يستشري في العراق وهي تنازلت عن شخص اعترف للعلن أنه عمل مع الـ CIA لأكثر من 30 عاما وأنه موالية للولايات المتحدة الأمريكية أنا أتكلم عن أياد علاوي ألا تعتقد أنها أرست هذا النفوذ الإيراني بخسارته والقبول به وصعود أدور المالكي للحكوم؟ هو صورة من صورة التخبط الأمريكي ولكن إذا شئنا نريد أن نجد المبررات الحقيقية لهذا التصرف الأمريكي كون أن الولايات المتحدة تعتقد أنها قد تورضت في العراق بسبب المقاومة التي أقامها الشعب العراقي ضد هذا التواجد وبالتالي هي لم تستطيع أن تثني هذه المقاومة وتحاربها إلا من خلال تلك الميليشيات الإيرانية ومن خلال طوق النجاة التي رمتها إيران للاحتلال الأمريكي فهي كانت مضطرة أن تستخدم نفوذ إيران في العراق لحجم وضرب المقاومة العراقية لكن وصل الأمر إلى أنه قد تم سحب البساط من تحت الولايات المتحدة وأصبح كل شيء بيد النظام الإيراني هي الآن تحاول جاهدة الإدارة الأمريكية بقيادة ترامب استعادة ما تبقى لها من نفوذ من خلال شخص العبادي لكن الأمر الذي سيحدث وهذا ما أتوقع أن الحكمة القادمة ستكون بقيادة الميليشيات والميليشيات ربما سيكون أول قرار لها بعد استلام الحكم هو الطلب من القوات الأمريكية بالخروج من العراق وبالتالي ستجد القوات الأمريكية بين يوم وليلة يجدون أنفسهم قوات غير شرعية في العراق وهذا ربما سيجعل حالة السخونة التي ما بين إيران والولايات المتحدة ربما ستترجم على الأرض من خلال تصعيد عسكري وبالنتيجة التصعيد العسكري سوف لن يكون في صالح الشعب العراقي وهو الذي سيدفع ذكر لنا سيناريو كيف تتوقع أن يكون السيناريو سيادة عقيدة نعم أنا أعتقد بأنه بداية أو أود أن أشير إلى أنه الاحتلال قد يكون مباشر وقد يكون غير مباشر أنا أعتقد بأن الأمريكان من خلال تنصيب هذه الحكومة هو احتلال غير مباشر للأمريكان على اعتبار بأن هذه الحكومة هم من جاءوا بها وهم من وضعوها في سدة الحكم إضافة إلى هذا أنا أعتقد بأن هذه الحكومة التي جاءت لماذا العراق أضعف إلى هذه الدرجة جاءوا إلى العراق سرقوا العراق دمروا العراق أضعفوا العراق وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن بحيث العراق الآن يستجدي في مؤتمرات في دول أخرى لغرض إعمار المناطق التي تم تدميرها في الفترة السابقة إذن كل ما جرى على العراق يتحمله الاحتلال ومن جاء بهذه الثلة لحكم العراق هو الاحتلال الأمريكي الإيراني وبالتالي ما يصيب العراق من كل إجراءات ومن تدمير وما إلى ذلك تتحمله هذه الإدارة سواء الجارة الأمريكية أو سواء الإيرانية أما مسألة السيناريا القادم فأنا أعتقد بأنه إذا التصريح لقيس الخزعلي كان واضح جدا بأن بقاء هذه القوات الأمريكية لن يكون إلا بالاتفاق معنا إذا كان هناك اتفاق فلا مشكلة ببقاء هذه القوات وسيكون هناك تخادم أمريكي وإذا لم يكن هناك اتفاق مع هذه الميليشيات فأنا أعتقد بأنه سيكون هناك تصعيد مقبل كان معنا مشاهدين الكرام في برنامج حوار سياسي الكاتب المحلل السياسي سيد نظير النداوي أهلا ومرحبا بك وشكرا لك لانضمامك إلينا وأيضا كان معنا الخبير الأمني والعسكري سيادة عقيد الركن حاتم الفلاحي شكرا لانضمامك إلينا في حوار سياسي مشاهدين الكرام في الختام ما أن تنتهي أزمة في العراق حتى تتولد أخرى أكثر تعقيدا من التي سبقتها والأزمة اليوم هي عادة تواجد القوات الأمريكية في العراق وسيطرته على مفاصل الدولة هذا الأمر الذي أثار جدل واسعا بين أواصل الشعب العراقي لكن يبقى السؤال مطروحا ماذا ستفعل الولايات المتحدة الأمريكية بعد هذا الأمر القضية اليوم أن هناك طرفان متصارعان على حلبتنا أرضها العراق ووقودها الشعب والمستفيد منها الاحتلالين الأمريكي الإيراني وأدنابهم في الداخل العراقي ويبقى الرهان مفتوحا على شعب لم يقبل يوما بالظلم وعلى أمل اللقاء بكم من جديد يوم الأربعاء المقبل في حلقة جديدة موضوع جديد وضيوف جدد تحيتي أنا أفل الصقر وكادر البرنامج من خلف الكاميرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة